طبعاً أنا من عائلة فنية والدي، إخواني، كلهم فنانين يعني من أسرة فنية الجينات مالنا كلها فن في فن تنافس في الفن يعني إخواني كلهم درسوا الفن وفي نفس الوقت وراثة من الوالد الوالد كان فنان أخي الكبير إبراهيم الله يطول في عمره واخوي علي الله يحفظهم هذولة كانوا قدوة لنا لأنهم درسوا الفن أخوي إبراهيم من الخمسينات كان من رواد الفنانين في البحرين ودرس جيال في الفن واخوي علي كذلك يعتبر مايسترو بالنسبة لنا أخوي أحمد أخوي خليل أخوي عبد الله أخوي عزيز هذولة كلهم كم أبتل إحنا سبعة أولاد وثلاث منات سبع أولاد احتروا في الفن كلهم في الفن الفن بأنواع مختلفة مختلفة موضر العرب فنان يعني فنون تشكيلية أخوي أحمد دراسي باريس أخوي علي من ناحية الخط لأن الوالد كان في أمور الخط والفن والفن فكان هم يعني مميزين في الحقيقة وإحنا كنا صغار نشوفهم ونتعلم منهم شلون يخلطون الألوان وشلون يرسمون وكذا وكذا فأخوي إبراهيم كان مدرس في المدارس الحكومة من رواد الفن يعني المدرسين حضرتك نشأت في أي منطقة؟ أنا نشأت في فريج الفاضل بين العوضية والفاضل في المنعمة وأصلنا من المحرك أيضا يعني فنشأنا بالفن شيء وراثي وكنا مميزين في المدرسة منذ الطفولة يعني كانوا مدرسين مميزين في ذاك الوقت بعدين سافرت إلى بريطانيا ودرست في بريطانيا وثم رجعت واشتغلت في الجامعة الخليج في التشريح الفنون التشريح يعني كنا نعمل رسومات أعمل رسومات إلى البروفيسورية للدخاطر من ثم تتوزع إلى الطلبة في ذاك الوقت ما كان فيه كمبيوتر ما كان كمبيوترات مجرد بروجيكتر تتوزع الرسومات تتوزع في القاعة على حسب الموضوع اللي الدكتور يحتاج يتناقش فيه والله عندي لوحات موجودة هنا بفرجيكي يوم كم سنة حظتك الديتة لي من كم سنة؟ والله يعمل من عشر سنين ثمانة سنين يعني في ذاك الوقت منذ الطفولة نشأت برسومات يعني أحب تركيزي في التراث والبيئة هل الوالد اكتشف حضرتك الموهبة ونماها ونماها أو طبعا طبعا هو كان يصلح أخطانا هو كان يقول لك استخدم هذه اللون هذه لازم تعطي ظل كذا هذه لازم تزيد من اللون هذه فهو كان يعني يرشدنا إلى الطريقة الصحية درست الفن في بريطانيا ودرست الأولافل والأيلافل هناك ومن ثم اشتقلت أيضا في فترة في بريطانيا وفي نفس الوقت رجعت البحرين واشتقلت أيضا في الجامعة الخليج تغريبا خمسة عشر سنة تغريبا مرحبا كان هو نفس الفيلت ونفس المجال؟ نفس المجال لأنه طبعا مجالي فني وبعدين التشريح يعني التشريح اللي هو جسم الإنسان والأناتومي يعني يسمونه يعني التشريح كنت أعمل رسومات العضلات والقلب وما شبه ذلك كل الأجزاء الجسم الإنسان فعلى حسب الوضع البروفيسوري اللي بيتناقشون فيه دائما يجون للمكتب مثلا وأرسم لهم الموضوع اللي هم يبون يتناقشون فيه والله سابقا كنت كنت على أيام المرحوم طارق المؤيد كنت أشارك كثير أيضا كذلك في أيام ما كنت في الجامعة دائما نعمل معارض اللوحات سواء كانت طبية وما شبه ذلك أي لوحات نحب نعرضها فكان تركيزي أكثر شيء في الجامعة لأنه ما كان في وقت يعني تركيزي كان أكثر هناك مشاركتي في المعارض بالنسبة إلى البحرين مو بكثير في السابق كان نشاط أكثر والله بعض اللوحات يعني أوزحها أو أديها لندن أو أديها دول أوروبية فعندهم مثل ما تقول خلفية عني والله يعني اللي شاركت فيه أكثر شيء يعني في بريطانيا يعني مثل ما تقول عدة لوحات أديت هناك يعرضونهم في المعارض المعارض يعني ما كان عندي نشاط يعني صاد نوع من الهبوط ما تمت أعرض ولكن يعني الناس تدري عن لوحاتي وتعرف يعني في من حوالي فترة في أعرضوا لوحاتي في مجلة مميزة اسمها الدررة أنا ما كنت في الحقيقة يعني تركيزي على الخيل في السابق كنت أحب الطبيعة أحب التراث التراث خاصة طبيعة المناظر البحرين فأتأمل فيه أكثر لأن البحرين كانت عريقة وجميلة في السابق بالبحر والطبيعة كانت جدا جميلة فدائما أركز على طبيعة المناظر البحرين بالذات وهي نفس الطابع الموجود في الخليج يعني فتركيزي كان أكثر شي على هذه وسوى كان الكليغريفي اللي هو الآيات وهالأمور كنت مميز فيها لأنه كانوا يشترون مني جماعة كثير مؤسسات أعمل لهم كليغريفي الآيات بالذات يعني يعني معظم الناس مثل ما يعتمد فركزت على الخيل تركيز يعني هالسنوات هذه إلا ما يعني مو بالسهولة الرسوم الخيل من سنة كيف تريد أن تركيز على رسومات الخيل؟ والله من كده أربع خمس سنين تقريباً خمس سنة فكان عندي صاحب صديق سعودي اسمه الدكتور أمجد الحقيل وهذا الدكتور يعني زميلي وصديقي وعزيز علي فكان يرشدني دائماً على تركيز الخيل فكان يصلح اخطائي بالنسبة للعضلات الخيل بالنسبة إلى العين الخيل بالنسبة إلى الشعر الخيل بالنسبة إلى الريل فدائماً هو يمر علي دائماً هنا في الدرة أيضاً والله يمكن ما تقدر تمشي من كتر اللوحات يعني عشرات في الحقيقة ما دراجهم يمكن مئتين ثلاثمية يعني يمكن أكثر من ثلاثمية كثير غير اللي راحه وغير اللي توزعه وغير الانباعه وغير الهو قبل بأرسم اللوحة أتخيلها أتخيل اللوحة وأتخيل وين بتكون وين كذا كذا فطبعاً لما أطبقها على الرسم فربما أن يكون هناك أخطاء بعد أيضاً فأرجع لها مرة ثانية ومرة ثالثة يعني مو بالسهول مجرد أن الخيال هذه أصبح واقع والله يعتمد في اللوحات عندي مثلاً من السنوات لحي ما كملتها يعني أنا من نوع من الأشخاص اللي أحب أرسم على عدة اللوحات يعني أنا جالي موضوع أحب أني أطبغي فجأة فكرت في موضوع وأنا أرسم فكرت في موضوع آخر ثبتها لوحدها يعني في جهة جيت اللوحة الثانية فطبقت اللوحة الثانية فتملت منها أو طب استعادت حضرتك للوحة الأولانية والأفكار أرجعها يحتاج موض جديد أيوة طبعاً يعني أحاول قدر ما استطيع أني أكملها في خلال فترة معينة ولكن دائماً أحب أني أخليها أمامي وتخيلها هل هناك أخطاء لأن أنا من الفنانين الواقع الفن يعني ما أحب فنون اللي هي الفنون السريالية وفنون الحديثة هذه يعني ما يسمى بالفن لأن الأبسترات مجرد ألوان تفلتها وتطلع فيها إنما أنا أميل إلى الواقع واقع الفن أحب أني أبرز اللوحة يعني بوضعها الدقيق والله عندي لوحات حوالي ستة متر عندي لوحات يعني حفر جيكي من داخل ستة متر طولها هذه اللوحات يستقرق وقت وتركيز يعني عندي لوحات تسويهم المساحة هذه يعني فيها خلل يعني أنا مو مقتنع فيها فتشوفني أسيبها وخليها في جهة عشان أرجع لها في وقت المناسب يعني على سبيل المثال في براويك إياها في عندي سباق الخيل وهذي مرت علي يعني فترة طويلة ولا زلت أشتغل عليها لأنه مو مقتنع بشكل الحصان ففعلا تقدر تقول تعبتني شوي لأنه بس ما انتهيت منها بس ما انتهيت منها ربما في نظرك إنها هي منتهية ولكن بالنسبة لي ما مقتنع أيوة أيوة بضبط بضبط استغرقت عندي تريبا؟ والله يمكن حوالي ثلاثة شهور ثلاثة شهور ثلاثة شهور ولازلت أشتغل عليها وكل فترة يعني كل فترة أني أنظر لها إنها في خطأ من الحصان في خطأ كذا كذا ففرجيك إياها يعني في معظم لو شوف اللوحات بتقول هذي مخلصة بس في نظري إنها هذي لسه ما خلصت ففرجيك لدي لوحة جميلة جدا حتى عطوني فيها مبالغ خيالية ولكن ما قدر أبيع لأن هذه البيت اللي شوفه عام البيت وعامل لقطات مختلفة في اللوحة تشمل اللوحة عن دراسة المطوع وتشمل اللوحة عن الزراعة الناس القدماء شلون كانوا في الريف يعني تشوفها رايح الجليب تشيب ماي تشوف اللقطة فيها عن الصيد لقطة فيها يعني القدو لقطة فيها عن البنات يتمشون على السيف لقطة فيها يعني كموسوعة كاملة لقطة فيها عن الصيد هي جميلة جدا جدا جميلة استقرت فوق ستة شهور ستة شهور وبعد ستة شهور ولازلت ما مقتنع فيها لأني عندي لوحات كذلك موجودين استخدمت المواد الفنية اللي أنا شخصيا أحب الزيت أميل للزيت أكثر أستمتع رسم الزيتي ولكن بعد بعض الأوقات استخدم بالأكريليك الأكريليك شوي أسهل وأدق من الزيت لأن الزيتي مزعد جدا يعني ما تصوري صد من الصداع يعني مستمر لأن الريحة للمواد الكاميكول فالأكريليك فيها مواد غير يعني مضرة مثل ما تقول ولكن فيها تستخدم بسهولة الماء بالمية يعني أيوة في بعض اللوحات ما كدر أبيعها يعني عزيزة علي فكذا شخص يجي يعني ويشوف اللوحة ويشتريها بأخلها ثم أقولها ما أقدر على سبيل المثال اللوحة الكبيرة اللي أتناقش عنهم اللوحة التراثية أيوة التراثية وأنا أمين للتراث أحب الأعشق التراث لأن تراث الخليج مميز جدا حقيقة خاصة المياه الموجودة والطبيعة الموجودة عندنا يا أخي ترفع عن النفس فأيام الأول يعني كانت البحرين جميلة بتراثة كانت بسيطة الزراعة والبحر والصيد والبوانيش هذه فتعطي نوع من راحة نفسية فأنا لم أمر على أي منطقة أقول الله كان في ذاك الوقت ساحل بهاي الصورة وكان البحر جميل وكان الأشجار كذا الآن اختلفت الموازين يعني والله في ذاك الوقت كانت اللوحة يعني كانت ثلاثين دينار بالنسبة إلى أيام الأول كثير ثلاثين دينار كانت اللوحة عن إيه؟ عن طبيعة أيها مرسم بسيط ولكن على أد الحال يعني حتى بنيت لي بيت كبير وعملت مرسم طابق فوق السطح يعني مرسم كبير في الجفيرة أليم كان عموا بيت في الجفيرة عملت طابق كامل فستطابق كامل؟ أيوة طابق كامل بس حاج الرسومات وحاج الانوادي في 2004 يعني انه تقتلت فتك هنا فالظروف؟ أيوة بالظروف وظروف شوية المرسم جبعت من الجفيرة؟ يعني من مرسم الخيال الواسع إلى مرسم بسيط جدا هناك طبعا يختلف لأنه عملته واسع جدا واسع يعني من هنا إلى هناك مساحة يمكن كل هذه يعني بسبب أني أحب اللوحات الكبار يعني أحب أني أعمل على لوحات كبيرة فأستمتع باللوحات الكبيرة فهنا بالنسبة للمرسم صغير يعني ما في ساعة يعني عندي اللوحة هذه اللي أقول لك ستة متر يعني كده اللوحة ستة متر في بعضهم مثلا أبي أصلحهم ما أقدر أجيب هنا يعني عايز أعرف الأقواء والله بالنسبة لي أنا وقت الحاضر بسبب أني نظر شوي صار يعني ضعف شوي فأحب أني الصباح يعني ما عندي أي شيء فشوفني أركز من سابعة ونسسابعة ثمانية صباح فأبتدي إلى الساعة ثلاث أربع العصورة ممكن تتم حضرتك عشر ساعة ممكن أكون عشر ساعات ممكن أكون أكثر وأنس نفسي بسبب أنس نفسي ما أعرف الساعة كم ولا أكل ولا شرب ولا أي شيء ولا أبي أبي تركيزي يعني عشر ساعات تستغرق حضرتك أصبع موسيقى هاد أحب الموسيقى الكلاسيكية كلاسيكي وكان مميز جدا هو وأسرته لأنه هو من الخاجة وأنه هو يعني من أهل ولد عنا مباشرة أي فيوسف قاسم كان من رواد الفن ولكن أنا فخور جدا في عبدالله المحرقي لأن أميلي عبدالله المحرقي لأنه هو رجل غني عن التعريف في نفس الوقت لمساته جدا جميلة مؤثرة وبعدين كله حات تعبر عن بيئة خليجية التراث الخليجي